سلام عليكم يا صبايا كيف حالكم؟ إن شاء الله يرى تكونوا كلكم بخير مبسوطين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما كان من المشركين كيف حالكم حبايبي؟ كيف حالكم؟ كيف يومكم؟ اليوم حبيت هيك أبدأ لكم الفيديو بشكل مختلف طبعا هذا بسبب هذا المنظر اللي انتوا شايفينه شوفوا ما شاء الله بحر غزة ما أحلى وما أصفاء صوروا مبارح زوجي فحبيت أبدأ لكم في اليوم الفيديو هيك يريح أعصابكم شوي لأنه بجد كان هادي ما في ولا موجة وكان من كتر صفاءه تشوفي السمك وهو تحت هيك ماشي في الماء عندي كتير مقاطع هنزلكم إياها إن شاء الله كان السمك نفسه مبين تحت البحر فحبيت أبدأ معاكم اليوم بالشكل هذا وطبعا أول حاجة صرت أبدأ فيها نهاري أني أنا أعملك باية أعشاب أبدأ فيها نهاري وأحليها بالعسل طبعا أي إشي موجود عندك بالبيت بقو المناعة ممكن تبدأ فيه نهارك وأنا يعني كتير كتير صرت أحب أني هيك أنا أعمل لأنه بصراحة نسكة فيه والجهو والشغلات هذه مش مفيدة مع الوضع اللي إحنا فيه لا هتفيدنا ولا حتى هتجوي دمنا ولا هتدينا طبعا مناعة فهنا أنا عملت الزهورات عملت كبيتين عيارت كبيتين وغليت مية بعدين حطت عليهم معلجتين صغار من الزهورات هالحين هكمرهم ونخليهم على جنب وبعدين عادي بحليهم بالعسل بالنسبة للزهورات إن شاء الله هعملها معاكم بالقناة يعني هي مكوناتها من إيش بيتكون هعملها معاكم إن شاء الله في القناة عشان تستفيدوا منها وهنا أنا عملت كمان كباية حطت فيها شوية عسل عشان زوجي يعني ياخدها معا على الشغل هو بس يعني أول ما يمشي في الشارع بيكون خلصة فعادي بيكب الورقة وين ما تكون هنا طبعا نهار التسوق فلازم يكون النهار من أوله بدياية صح ومن يعني من النهار من أوله يعني تاخد النهار كله يجينا من السوق أنا والولاد طبعا السوق غير عن إنه البقول هادا حاجات السوبر ماركت بتختلف عن سوق الخضار واللحمة فما بقى أخلط اليومين في بعض آآ بنسبة للحوم والخضار والفواكه هادي زوجي هو اللي بيجيبها أما الشغلات تاعت السوبر ماركت أنا صرت أجيبها وجديد طبعا مش دايما أنا اللي كنت أجيبها فكتير صرت أنا أحب إنه أنا اللي أروح أجيب شغلتي عشان بتضلي هيك أفضل إنك أنت تجيب شغلتك في إيدك أفضل من إنك تكتبيها بورقة هادا اللي طحين طحين الأبيض إكسترا هو اللي بيستخدمه أنا كتير سألتوني عنه من مطاحن الزلام يعني وأنا هنا بالنسبة للمنتجات أنا لا بقى أعرض عن منتجات ولا أي إشي هي الشغلات اللي أنا بحب استخدمها هي اللي أنا حطيتها فأنا بضعت اليوم من سوبر ماركت اسمه سوبر ماركت الجيشاوي كتير حلو فيعني كتير يعني بتلاقي فيه كل إشي بالدكية كل إشي بالدكية بتلاقي عنده هنا بالنسبة للطحين بجيب بالكمية اللي أنا محتاجاها أنا هنا جبت ثلاثة وجبت كيلو من العدس الأسود البني وكيلو من العدس الأصفر هما اللي بستخدمهم أنا في الشهر بالنسبة للرز أنا بستخدم رطل وساعات رطل ونص فبجيب أنا رطل ما بجيب رطل ونص من الأول بجيب رطل لأنه إذا احتجت بجيب عليه وإذا ما احتجت ممكن يكون عندي يعني زاد من الشهر اللي فات نص أو مثلا كمان أقل من نص كيلو زي ما بيكون زايد معايا فأنا عامة بجيب كيلو رطل وإذا احتجت برجع بجيب عليه هنا جبت كمان ترمس الترمس هذا من الحلو اللي صغير حابته صغيرة فهعمل إن شاء الله برضو معاكم عن القناة مش دائما أنا بجيبه ولا كل شهر بجيبه بس الحين في الشتاء عشان شغلات هدي كتير أنت بتحتاجيها للولاد قاعدين بدهم دائما يضلهم ياكلوا فشار ترمس بسكوت شغلات زي كده هنا أنا بجيب برضو خمسة لتر من الزيت هنا أنا أخدت منه شوية بس قبل التصوير لأنه كنت بجلي بطاطة لأولادي هنا استخدمت العلبة السمنة الجنة هدي جبت علبة السمنة جنة دائما أنا بحب أستخدم جنة لأنه بحسنا كيتها كتير لزيزة وطبعا إذا أنت حبيتي شغلة استمري إنك تجيبيها أنا هنا لما بحب شغلة برجع بجيبها تاني وإذا جبت شغلة وجربتها وما حبيتها ما برجع أجيبها الشهر اللي بعده وجبت طبعا شوكولاتة قابل للدهن هذا النوع مش كتير بفضله أنا بحب يا إما نوتيللا يا إما مونتي بس هذا اللي لديته موجود عنده فجبته بالنسبة للمكارونا أنا بجيب بعشرة شكل أربع بكتات من نوع هذا مقصوص وبعشرة شكل بجيب نوع تاني للفلفلة وللكشري هنا أنا كان عندي اتنين من الشهر اللي فات فجبت عليهم واحد بس الشهر هذا وهنا جبت هذه المكارونا المقصوصة الصغيرة عاملة زي التليفون كده إحنا بنحكي عنها مكرافون أو تليفون فهذه المكارونا نفسها استخدمتها الشهر هذا فجبت منها أربعة وممكن كمان كل شهر أجيب نوع غير عن التاني يعني مش كل شهر بجيب نفس الشكل بحب أنوع هيك عشان لولاد ينبسطوا على الأشكال يعني كزا شكل يعني أشوف إيش الشكل اللي حبوه وضلني أجيب منه بالنسبة للرز اليسمين أنا بجيب اتنين كيلو في الشهر إذا استخدمت أكتر برجع أجيب أكتر بس أنا كان عندي كيلو من الشهر اللي فات فجبت عليه كمان كيلو بنوع يعني مش دايما بجيب هادا النوع ساعات بجيب من البرطمنات اللي بيكون نغطاها أحمر هادي هوريكم إياهم برضو استخدمهم أنا في التسوق نفسه يعني بضب فيهم شغلاتي وبجيب كمان رطل سكر كامل لأنه رطل السكر أنا بحتاجه يعني في نفس الأول أسبوعين بحتاج طبعا رطل سكر وجبت محارم وجبت كمان نص كيلو شعرية لأنه كان عندي كمان نص كيلو شعرية وجبت كمان نص كيلو فممكن للفلفلا وممكن برضو أعمله بسكر هلقيت بالنسبة للكلينكس جبت أنا بس كلينكس بخمسة شكل جبت هاد العبوة ولو احتاجت بجيب عليها تاني جبت بريل هادا اوكسي جبت اوكسي طبعا مش دنافس النوع طب برضو بجيبه كل شهر لأ ممكن أجيب اوكسي بريل ممكن أجيب نوع تاني من العامل زي الكريم وبرضو جبت سلكة كنت محتاجة سلكة للجلي بالنسبة للأجبان أنا هنا مش كل شهر بجيب نفس الاشي بحب أنوع أشكال وأطعمة زي ما حكت لكم جبت هنا جرينلاند هادا النوع الكتير دايما بيحبوا أولادي وجبت الجبنة الكية تاعة البيتزا هادي جبنة كتير لذيذة للفطاير وللمعجنات أنا دايما بستخدمها ما بغيرها بس ما فيها مطة يعني ما بتمط كتير ما بتمط أصلا يعني لازم تجيبي معها موزاريلا على البيتزا لكن كطعم رائعة وبجيب برضو طعمة متلتات للأولاد وهنا جبت لبنة بوك حبيتها أنا بس حستها بتنفع لالتشيز كيك كتير يعني للي بيجي شافها هنا في الفيديو وإذا بدكم جبنة لتشيز كيك بصراحة تطلع تحفة لأنها حلوة مش مالحة يعني لبنة لكن حستها لبنة حلوة عاملة طعمها زي البريزيدنت اللي هي تاعة التشيز كيك وبردو زي الأشياء اللي بنستخدمها للتشيز كيك الجبنة الكريمي اللي للتشيز كيك جبت لبنة زبادي وجبت شمانة في كذا فيديو الشمانة هو عبارة عن زي لبن الزبادي نفس قوام اللبن الزبادي بس على حلو عامل زي القشطة الحلوة جبت علبة صلصة صغيرة حبيت العبوة هادي عشان بدي إياها أعيد تدويرها تاني يعني أحط فيها بهار بعد ما يعني أغسلها لأنه العلب المعدن في الصلصة والشغلات هادي أنا بحب أني أحاول أتفداها يعني فعجبتني حكاية الإجزاز هادي كمان بحط فيها بهارات عادي وجبت بيكينباودر وفانيليا مش هدا النوع اللي أنا باستخدمه ما بحبه كتير هدا النوع بس هو اللي لقيته موجود يومها عنده فهدول الأشياء اللي جبتهم بالنسبة للأجبان ألبان شغلات هيكا هنا بالنسبة للبهارات أنا مش كل شهر بجيب نفس البهارات اللي ناقص عندي بكتبه بورقة وبروح بجيب وإذا عندي قليل بكمل عليه هنا أنا جبت زعتر ودقة الدقة جبتها بثنين شاكل والزعتر بثنين شاكل وجبت بثنين شاكل شربة ماجي وجبت برضو وريقار بثنين جبت برضو حلبة حب كتير حلوة الحلبة الحب في الشتاء كمشروب وحلوة كمان في الحلويات وبرو برضو بعمل منها للزهورات هعمل معاكم إن شاء الله الحلبة بالحليب كتير لذيذة وهنا جبت بابريكا بنسبة للبكتات اللي زي هيك أنا بفضلها أكتر من النفل لإنه طعمها حلو ولكن كميتها قليلة يعني شوفوا هنا الفلفل الأسود بشكل والبابريكا بشكل إذا أخدتيها نفل بتاخدي شغلة كميتها أكبر يعني هنا الفلفل الأسود بطلع ثلاث معالج كبار أما البكت النفل بطلع معالجة مالية جبت عصفر برضو بشكل جبت هنا كمون بشكل فبجيب بكمل اللي عندي أنا ما بحب بصراحة أنا أجيب بهراتي جاهزة هيك ومطحونة بحب أنا أطحنها بس هنا استسهلت بصراحة الشهر هذا وكمان عندنا الكهرباء كتير بتقطع الصبح وإحنا مركبين متور والمتور لما كنت أشغل عليه الشغلات هادي أطحن عليها كتير بسحب فصرت أحاول هيك أخفف شوية من الشغلات هادي هنا جبت فرمسيل طلبوا مني لولاد بدهم دونات فجبت لهم فرمسيل ملون برضو جبت باتنين شكل أنا هنا بجيب الضروري ضروري يعني ما بجيب الأشياء اللي مائلها لازمة إذا وفرت في المزانية الشهر اللي بعده بجيب شغلات بحسها يعني هيك كماليات تعتبر يعني مش إنه مش أساسيات هنا بجيب بسكوت هادا بسكوت كتير بحبه بحب الأحمر منه وبحب البني طعم الشوكولاتة فيهم حلو طعم البسكوتة نفسها زاكي وجبت كمان تي تايم لابنتي هنا جبت شوية مشروبات جبت هادا الجود داي كتير بحبه أنا هادا طعم كبتشينو تبعه رائع في البلد بيبيعه بشاكل عنده بيبيعه بنص شاكل عن جد كتير كتير هادا السوبر ماركت بيرخص يعني كان يعطيني سعر وأحكي ولما إجاي يعني أحاسب برضو برجع بيرخص كمان يعني والله يمكن بعد ما أنا حسبت يمكن رخص كمان عشرين شاكل هنا هادا الشوكو كتير لذيذ كتير كتير بنشرب بارد وبنشرب سخن وأنا بس جي منه الكيكات بنص شاكل واحد وهنا حبيت أجرب جبت واحدة بس من الكوفي ميكس هادا طعم جديد حبيت برضو أجربه جبت مونتوس هادا مونتوس هو اللي خرب سناني عفكرة وأنا صغيرة ورجعت كمان أجيبه تاني بحبه لما لقيته عنده جيبته على طول بحب منه اللي بالكراميل برضو والجهوة كتير لذيذ مونتوس وفيه شغلات تانية جبتها بس أخدوها لولاد قبل ما نصورها وهذا كان هيك الشغلات الأساسية اللي أنا بجيبها في الشهر حاجات الحلويات مثلا السميد جوز الهند الشغلات هذه ما جبتها لأنه كان عندي من الشهر اللي فات أنا يعني الحين بنظف الخزانة وبجي بالشغلات اللي أنا كانت عندي من الشهر الفات وبزبطها وبكمل عليها الشهر هذا بالنسبة للرطل السكر كامل شو بعمل فيه عندي هدولة الثلاث علب الخضرة والبني اللي بستخدمها كل يوم وواحدة من هداك العلبة اللي غطاها أحمر هدي علبة رز بعبيهم الثلاثة بعد ما عبيهم الثلاثة بضل عندي شوية سكر بروح شوء عاملة بعمل قطر في نفس الوقت بحيث أني ما أخليش الكيس في الخزانة ما بحب أخلي كيس السكر أو الشغلاتي كياس في الخزانة فروحت جبت كمان شوية كانت عندي في الخزانة وعلى طول بجيب حلة الشربات هدي الحلة اللي أنا بعمل فيها الشربات وبعاير فيها على طول بعمل قطر وبحطه على النار وفي أثناء ما أنا بأضب في شغلات السوب عشان أضلني جامبه هنا طلعوا بالضبط آآ ثلاث كبيات آآ سكر حاطت لهم كباية ونص مية وبحطه على النار هدا القطر بنفع لكل إشي قطرة جيل بنفع لكل إشي حطت عليه كمان نص عصير ليمو آآ آآ عصير برتقالة نص عصير برتقالة وكمان بجشرتها رمتها فيها وخليتها على النار ورايا أول ما تغلي هحسب لها عشر دجايق وهط فيه بالنسبة للأجبان والألبان عندي هادي السبتة منها عندي اتنين في التلاجة واحدة بخلي فيها حاجات الفطور زي مثلا العسل الحلاوة المربى شغلات هادي زعتر زيت واحدة بحط فيها هيك الأجبان والألبان وبحطهم في التلاجة هنا الولاد لما نجلولي الشغلات كلهم حطوها على بعض في كاركبولي الدنيا فهدول السبتات بحسهم بنظموا الشغلات هادي وبحطهم في التلاجة لما بدي شغلة بسحبها على طول هاي الشغلات طبعا المنتجات مش كلها أنا باستخدمها نفسها كل شهر لا إذا مثلا جربت شغلة وحبيتها بجيب الشهر الجاي شغلة تانية عشان أشوف الفرق بين الطعمتين بس عام مثلا أنا بحب الأكشن والطعمة في المتلتات الجبنة وبحب الملكي لاند أو الجرين لاند كتير في الجبنة البيضة هيك بكون جاهزين بحطهم بالتلاجة وهحط معاهم برضو الصلصة هيك سهل استخدامها يعني بجرها من التلاجة بسهولة وباستخدمها بسهولة أي حاجة عندك موجودة بالبيت تصرفي ونظمي فيها حياتك مش شرط يكون عندك منظمات حلوة أو غالية أو إيكيا أو الشغلات اللي بنشوفها هادي تب بروير والشغلات هادي لا اللي موجود عندك اعمالي هنا هادا المقطع لما بحط عصير البرتقال على القطر هنا هادا الشربات بيكون طعم وطعم برتقال ما في برتقال أحطي ليمون هنا بالنسبة له جوز الهند وأنا برتب في الخزانة لقيت أنا جايبة معايا من الشهر اللي فات جوز هند ومش ضباه فهادي العلبة أنا بحطها عشان إلها بوز هيك فوها بحط فيها عشان أرش على الحالويات رش بتسهل علي تزيين الكيكات رش بروش منها والباقي بحطه بعلبة جوز الهند هادي كان عندي سميد من الشهر اللي فات فما جبت سميد الشهر هذا يعني بكمل الشغلات اللي موجودة عندي هحطهم هالهياليات في الخزانة عندي هادا الجردل طبع الطحين طبع الاستخدام اللي في المطبخ مش الطحين اللي بخبز منه اللي بخبز منه هو طحين غير بنشتريه كيس كبير تلاتين كيلو فبحط الباكيتات للطحين فيه زي ما هي هيك ما بحب أفضيهم لأنه عطول بصير يجي عليهم سوسة للطحين وزفضتيهم وبردو كمان بتصير لما بديك تعايري ما بقدر أعرف العيار فهيك أنا بستخدم كيلو كيلو باعرف أني مثلا البيتزا بدها مثلا كيلو شوية فبطلع كيلو شوية معجنات معينة بسكوتات بدها كيلو فبطلع كيلو لحاله فهيك أفضل هادي علبة الرز المصري بحط فيها الرطل كامل وبتاخد رطل ونص ودائما بكون عندي فوطة هيك ببلها بمية دافية وبرش عليها كلور بمسح فيها كل الشغلات اللي بجيبها حتى جاب الكورونا يعني ما كنتش برضو في كورونا برضو أني جاب الكورونا أني أحطهم زي ما هم لا أكون برضو بفوطة فيها خل وامسح الشغلات لأنه بكون فيها غبرة بالنسبة للمكورونات أنا بحب أحفظها زي ما هي بالنص كيلو بالكيلو عشان أعرف العيار اللي هستخدمه لو فضيتها ما بعرف العيار يعني بشوف البنات أنا في النت بجيبوا العلب وفضوا فيها المكرونة لا انا ما بحب افضل المكرونة عشان اعرف عيار اولادي قديش هدول علبتين ماكنتوش كانوا عندي بنظم فيهم الشغلات اللي بتكون فيها كياس صغيرة عشان ما تتنفل هيك في الخزانة وتبعدلي الدنيا فبحطت وحدة فيها الشغلات الحلوة وحدة فيها الشغلات المالحة يعني هاي انا حطت فيها مثلا جلاتين حطت فيها كاكاو بودرة حطت فيها جوز هند تزيين تبع السحلب كرامل حطت فيها الحلبة لانها الحلبة ما بحطها مع البهرات فبتاخد طعم البهرات هاي الشغلات لو حطيتها مع العلبة اللي فيها حاجات البهرات هياخد الطعم متين من بعض حطت الفرمسيل فيها وسكرت والعلبة التانية بحط فيها البهرات بحيث اول ما يفض برطمان البهر افضي على طول من هادي العلبة اما لو خليتهم هيك في الخزانة اصير ادور عليهم معرف شوينهم وبيخلوا ريحة الخزانة كلها اكل فلا هيك هاي طريقة انك تعيد تدوير الشغلات الموجودة عندك يعني مش شرط يكون عندك شغلات زي ما حكت لكم غالية عشان تعملي فيها وتنظمي حياتك لا المتاح عندك اعملي فححط في هادي العلبة هنا ورق الغار طويل لانه هادي العلبة تاعت مربة طويلة فبحط دايما فيها ورق الغار شايفين هاي هنا الزعتر والدقة والشغلات هادي حطتها هنا عبال ما يفضل برطمان واحطهم فيها هنا لقيت وانا برتب هيك فول السوداني فحطتوا برضو معاهم في العلبة هادي شايفين هحطوا في علبة الاشياء الحلوة عشان ما ياخد من طعم الابهارات هيك ارياح وارتب اي علبة موجودة عندك استخدميها طبعا هيك احنا بنوفر في الميزانية يعني مش شرط ان احنا نرهق يعني زواجنا مجرد ما تشوفوا يوتيوبر جابت شغلات وكزا واشياء ايكيا وهيك نجو على خلص نرهق حالنا بانا نجيب الشغلات هادي لا هاي شغلات مش مهمة محدش مفتش عليكي خزنتك اش فيها ولا انت بتستخدمي شو ولا ولا امكانياتك شو لا لا تبي حالك ونظم امورك في الشغلات اللي موجودة في بيتك لانه هادي انا بعتبرها كامليات فيه اساسيات فلما يصير ان شاء الله الواحد معاه امكانيات كتيرة وانه ظروفه سانحة لا بجيب الشغلة الحلوة وبرتب فيها ما ليش لا ولكن بتصرف هليت في الاشياء الموجودة عندي هذا السبت انا بحط فيه الشوكولاتات المشروبات البسكوتات باجي الكريم كرامل كابتشينو سحلب شغلات زي هيك عشان برضو تلتب لي اياهم مع بعض والبيكنبودر والفانيليا كل شهر بحطهم في نفس العلبة اللي اتوريكم اياها هادي علبة اللي كانت عندي واسعة فبتاخد البيكنبودر والفانيليا مع بعض هذا النوع اللي بستخدم تحت بدروهنية فما لقيت منه الشهر هذا فجبت من هذا النوع بالنسبة للفانيليا السائلة انا بحبها فعلا لكن بحسنك هتا كتير كتير جوية فيه شغلات ما بحب اني انا استخدم فيها الفانيليا السائلة انا بفضل الباكيتات اكتر من الفانيليا السائلة لانه الفانيليا السائلة لو حطيتي منها مثلا في كيكا وكترتي شوية خلاص اذا كانت كيكة شوكولاتة بتحس الشوكولاتة راحة طعمتها خلاص صارت الكيكة نفسها طعم الفانيليا اكتر ما بعرف انا في كتير ناس هختلفوا معي في هذا الرأي لكن انا بحس انه الفانيليا لو بدي تحطيها في بسكوت مسلا فيه ينسون هتدوجي طعم الفانيليا مش هتدوجي طعم الينسون عشان كده بحب انا بفضل كشخص يعني انا شخصيا بحب الباكيتات بجيب عادي الفانيليا السائلة اذا احتجتها في شغلات انا بديها تطلع نكهة الفانيليا فيها هنا كان زوجي طبعا متسوي قبل بيوم الخضار واللحمة فكان جاي بطاطا حلوة فبغسلها انا هلجيت وبدأ احطها في بكتين بحراري في يعني برضو يضلهم على النار وانا بشتغل كيك يعني العصر ياكلوهم بعد العصر مع الشاي بنبستو عليهم كمان عشان بنتي صغيرة فبتاكل بطاطا حلوة كتير بتحبها وبلاقيها اسهل يعني اذا مثلا انا عامل وجبة ما بتحبها بلاقيها بطلع منها حبة وبسخنها وبطعمها اياها كيلو الحمص كان عندي من الشهر اللي فات نجعته وغسلته كيلو كامل بعمل نصفه فلافل هيني غسلت له الخضرة تبعته من مبارح وصفيتها وانا نجعها من مبارح ونصفه بسلقه عادي عشان يكون عندي حمص حم هلجيت انا كنت بطلع على الجاطة هيشوفه ميمي بتمسك فيه وانا بشتغل كنت بطلع على الجاطة عشان اعمل فلافل واعمل اه واسلق الحمص برضو وانا بشتغل هدي الشغلات كان اجايب ليها مبارح زوجي فاليوم هيني عشان اه يعني لجيت معايا واجت وانا بشتغل والاكلة اليوم سهلة هعمل مكارونا فلفلة بطماطن فباغسل الخضار بعمل شغلات هدي وانا واقفة بالنسبة للخص هنا انا بفكه وحدة وحدة لانه احنا في فلسطين مش زي المنتجات بتبقى في الكرفور والشغلات هدي بيبقوا تكينها ومرتبينها وحطينها للعرض لا احنا على طول من الارض للمستهلك فبتبقى مليانة طين ووساخة فعلى طول بجيبها بنجعها بشوية خل نقطتين خل وبغسل خصة حبة حبة هصفيها واخليها مصفية وبعدين هلفها بفوتها في التلاجة هنا عملت مكارونا بصلصة لانه اسرع اكلة ممكن اعملها في خلال يوم التسوق طبعا كل الولاد بيحبوها وعلى طول على صدر الحبش مفروم عملتها بتجنن شوية طماطم شوية صلصة وكانت بتجنن شايفين على طول تغدينا وبعدين انا جليت وطلعت برة مع زوجي كان بيشتغل حوالي الارض هو والولاد فالسنة هادي ما زرعنا كان لو انا زرعت كان صورت معاكم فيديوهات لكن ما زرعنا السنة هادي لانه كان عنده شغل كتير في السوق اه فبضلوا من اول نهار لاخر نهار فما بيقدر يزرعلي ويهتم بالزراعة فالسنة هادي يعني ما زرعنا هنا ايش بيعمل بحفر على النجيل هذا النجيل اه نوع من انواع الشجر بطلع هيك لحاله الزريعة بتخرب منه فب فلازم يحفر عليه طلعوا من جدله فهنا كان فيه بقعة نجيل كبيرة فبحفروا عليها بطلعها من جدلها قبل ما يزرع عليها هنا الولاد كانوا بنطفوا تحت الشجر بعد شجرة اللمون البنزهير كانوا بنطفوا تحت الشجر كان شمس يومها كتير فبنطفوا تحت الشجر وزوجي بنزرع كان ايامها زرع بصل وطعم من يوم يعني هدا الكلام فشايفين ما احلى الجو كتير كان حلو فيه شمس يعني ساعات لما تلاقي في حتة فيها ضلة زي اللي بشتغل فيها جوزي فيها برد المنطقة اللي بشتغلوا فيها ولادي فيها الشمس فشايفين كان كتير الجو حلو هلقيت طبعا يوم التسوق لازم لولاد بنا حاجة حلوة يوم ما جبتي سكر جبتي سميت جبتي شغلات يعني اعملنا حاجة حلوة فعلى طول لو كنت مجهزة القطر زي ما حكيت لكم فعلى طول عملت لهم باللبن اللي جبته عملت لهم بسبوسة كتير لذيذة هادي البسبوسة وسجيتها قطر ازا حابين شكلها بلنزلكم اياها في فيديو مستقلة حالو لانه انا ما عملت قبل هيك معاكم بسبوسة على قناتي روعة وطعمها زاكي كتير كتير هعملها معاكم بالبرتقال ان شاء الله وهعملها معاكم كمان بالحليب واللبن هادي بالحليب واللبن بس عشان الصورة على شباك المطبخ فبتعطيك لون برتقالي كأني انا عملها بالبرتقال بس هيك كان يومنا ازا حبته حبيته هيك الشغلات اللي وريتكم اياها والتفاصيل احكولي عشان ازيد من هادا النوع من الفيديوهات شكرا لكم شكرا لما حبتكم ومع السلامة شكرا لكم